السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهينا كاناري اليوم جيتكم موضوع اللي طلبتوه مني بزاف وهو كيفاش راح نقدر ننتج للحسون في القفص وكيفاش ننتعامل مع الزوج تعل الحسون حتى نقدر ننتج في القفص اذا انا اليوم راح نقل لكم المعلومات كامل اللي عندي واللي تعلمتها واخدتها على مربيين كبار في الحسون اذا وش راح نقول لكم اعزائي المربيين والمربيات انا وش نقول لكم المهم في كيفاش نبدأ في تربية الحسون في القفص راح نبدوها انا يعني بيغ صنال ما نبدوها نبدوها على طول العام نخدمها على طول العام كيفاش طول العام يعني من اللي يبدأ الحسون في تغيير ريش عندي برنامج نصير عليه على طول السنة اذا ننتغيير ريش عندي عندي يعني ماكلا مدهالو ما نبدلهاش عندي الحبوب بتاعه نمدهالو عندي لاباتي هديك نمدهالهم خطرة في الأسبوع اللي فيها كم فيتامينات ورهي موجودة في القناة التاعي عندي كذلك نمدلهم الخدر والفواكه ما نكترش مرتين في الأسبوع نطيلهم الخيار ونطيلهم التفاح وكذلك السلطة يعني نخيير بيناتهم ونطيلهم مرتين في الأسبوع فقط هذا فيما يخص غيير ريش من بعد في فترة الراحة رح نلاباتي هديك نخليه الحبوب كمراهي نخلي الفواكه والخدر كمراهي رح نزيت فقط في لاباتي هديك نمدهالهم مرتين في الأسبوع من بعد في فترة التجهيز أنا وش ندير لاباتي هديك نزيد لهم خاصة للأنتة نزيدها لها الخطر اللي تذكر على بلكم لو كان ياكل بزاف البيض وياكل رح يتشحم وهدك الشحم هدك ما وش رح يفيدنا إذن أنا وش نزيد في فترة التجهيز نزيدها خاصة للأنتة نزيد لها الكمية نولي ثلاثة مرات في الأسبوع هكذا وكذلك في فترة في فترة التجهيز أنا قلت لكم نزيد لهم كذلك عندي محفزات ننجهزهم بيها عندي كما نقولوا عندي التفاف عندي الحريق عندي كذلك نمدلهم الخاصة اللي أنتة نكتر لها الكالسيوم هكذا باش العنقود التاحة يوجد لها الكالسيوم والبروتينات يعني اللي نلقاوها في البيض وخاصة في الابير المغبيد ولا الجلبانة يعني كما نفهمتكم في هدوك اللي فيديو اللي حطيتهم لكم تعلاباتي عنا كذلك عنا كذلك فيتامينات تاني اللي نخدم بيها من بعدها رح نوريكم يعني كم الأدوية اللي نخدم بيها على مدار السنة ولقيت فيها روحي الحمد لله عندي كذلك عندكم كذلك الأنتة لازم لازم قلت لكم تولف المكان اللي راهي فيه تكون يعني في راحة تامة باش تبني لكم العش عندكم كذلك تشميس خاصة تشميس وخاصة كذلك التشميس ولا دوش يعني اللي لازم يكونوا على مدار السنة إذا كان البرد يعني حاجة بينما تمدوا لهمش يدوشوا هكذا عنا كذلك نقطة تانية مهمة جدا وهي ساعات الإضاءة كيفاش راح نخدم؟ الإضاءة كي نبدوها في أيام غيار ريش لازم نحبطو لساعات لازم تحبط حتى نوصلو حوالي تسعة ساعات تمني ساعات تسعة ساعات من الإضاءة هذا اللي يكون عندو لفشتاو داخل المنزل اللي يكون يحب يربي داخل المنزل وإذا كان عندك خارج المنزل هادك ما نتكلموش على الإضاءة لأن الإضاءة تكون يعني تكون عادية يعني العصفور أو باين ينضر الصباح مع الفجر ويرقد مع المغرب احنا هنا راني نهضلكم على اللي يكون عندو للفشت ديالو داخل المنزل إذا قم بعد غيار ريش راح العصفور تحكم ورح يدخل في فترة الراحة هذه فترة الراحة لازم راهي مهمة جدا عندنا هاد الغيار ريش وفترة الراحة راهم مهمين بزاف للطير لازم نوفروا لهم يعني كل حاجة اللي لازم يحتاجها الطير من فيتامينات من التشميس من الدوش وكذلك لازم عليش نقولوا الراحة لانما لازم تزعى تشطير بتاعك عندو وقت يرقد فيه وعندو وقت ينطفه هاكده نتفاهموا من بعد يجينا الوقت تاع التجهيز هادك وقت التجهيز نبدأ ونجهزو في العصفور نزيدو لهم قد لكم الماكلة لازم نمدوها لهم وكذلك ساعة الإضاءة نبدأ ونزيدو تدريجيا نقولكم مليح تدريجيا حتى نوصل فصل الرابع ونوصل 13 ساعة حتى 14 ساعة ورح تلاحظوا أن الأنتة والحسون يوجدوا لكم بسهولة بهذه الطريقة هاكده خوتي إذن كما فهمتهم كذلك في الفيديوهات اللي سبقا شفتوا كيفاش نوجد الذكر مع الأنتة باش يعني يكون فيه تزاوج لازم الذكر لازم يكون عنده الشان قاوي بزاف أنا نستعمل محفز يعني خرج عليها خاصة في فصل تزاوج هذا كي نمدو هو تاعة الشان والكوبلاج بعد راني راح نديلكم فيديو على كامل الأدوية والمحفزات وكامل اللي نستعملها كاين كذلك قلت لكم هاد الشان هادا كي تسمعوا الأنتة راح هي اللي راح يحفزها وراح يعني يفاديك لانشي هاديك لغمان تحب باش باش يعني توجد مية بالمية هاكده وراح تشوفوها يعني تشوفو الديفيرانس الأنتة وش راح تدير راح ترقص راح تنادي على الذكر وراح من بعد يعني كيتشوفو راح هي راح تزيد يعني تزيد في هاداك الغنات تحا وراح تاخد وضعية تزاوج وفي هاد الوقت هادا راح ندخلو هاداك المال ندخلوه اللاكاج معاها هاكده وكاين كاني كذلك كي تدخلو خاصة كي تروحو باش تدخلو المال هاداك تدخلوه اللاكاج كاين بزاف لي ما يعافوش يحكموه لما لو كي تحكموه راح يتخبط في الكاجة وراح يعني راح يطير ريش من الديلتاعو لمن الجنحتين هادا راح يحبسلك عمية بالمية راح يحبسلك يعني الانتاج تاعك وما راحش يكون هناك تزاوج وكذلك الانتا انا نصحكم متلحكموش متلحكموش الازواج بيد ديكم يعني تفتحلو القفص تدير كاجا كاج تفتحلو القفص وخليه يدخل وحده وكيشوف الانتا عاكدك يدخل راح يدخل وحده هاكده اذا وش عنا تاني قلتلكم ركزتلكم على الحبوب اللي نمدوها قلتلكم الحبوب انا اللي نمدها الحبوب تاعي ما نتكونش بزاف سوداء يعني نتكون شوية بيطة والحبوب سوداء وحدها نحطها لهم في القوضي هاكده عندي كذلك قلتلكم عندهم الخضر والفواكه على طول سنة عندهم عندكم كذلك عندكم كذلك المحفزات هادي والفيتامينات هم بعد قلتلكم نطيلكم كامل نوريدكم كامل لقام هادي اللي نخدم بيها هاكده وصدقوني لو كان تبعو هاد النقاط هادي كام اللي راني نقولكم عليها راح تنجحو ها فانتوني راح تنجحوه مية بالمية انا راح نديلكم برنامج تحبو تتمشو عليه البرنامج هذا راح نديله لنفسي ونوريه لكم انا راح نبدأ في غيال ريش راح نوري لكم يعني الويتامينات اللي نستعملها في غيال ريش راح نديلكم برنامج والبرنامج هذا التاعي نفسي اني لاني نمشي عليه نوريه لكم وراح ان شاء الله تبدو معايا وراح تكون هناك نتيجة بإذن الله مية بالمية هاكده اذا ان شاء الله نكون وفقت بوعده وفهمت كامل وش قلت لكم ونتمنى النجاح لكم المتتبعي قناتي وإلى كل مربينا الجديد ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر